موسيقى بس الحقيقة النهار ده احنا وفريق الاعداد كارنارا نختار او نبتدي بحاجة مهمة جدا هي اساس في حياتنا كلمة مكونة من خمس حروف الاخلاق اتغيرت الاخلاق عن زمان طب ايه اللي حصل يا طار العيب فينا ولا في الزمن اللي قابلين قالوا العيب مش في الزمن العيب فينا احنا هنحاول نسرد مع بعض كده من اول ما بنصحى الصبح لغاية لما بنرجع بيتنا بالليل حياتنا عموما ايه اللي حصل فيها ليه اخلاقنا اتغيرت ليه ما بيناش شبه ابقنا وامهتنا مش هقول شبه اجدادنا وهرجع الورق اوي كده كفاية ابقنا وامهتنا ليه اتغيرنا ليه ما بيناش زي الاول نقطة ومن اول السطر اخلاقنا في بيوتنا اسرة مكونة من اب وام واخوات كان ايه اللي بيحصل زمان و ايه اللي بيحصل دلوقتي تعالوا كده نسلط الدوق ونشوف زمان كان بيحصل ايه جرز المنابه يضرب تصحى الام من النوم ويصحى وراها الاب تبتدي تصحي اولادها ويبتدوا يتجمعوا على صفرة واحدة يفتروا مع بعض وبعد كده ينزل الاب وفي ايده اولاده كل واحد فيهم يروح على مدرسته او يروح على جمعته والاب يروح شغله واحنا نازلين ايه اللي حصل مع الجران و ايه اللي حصل مع جراننا في البيت و جراننا في الشارع كان زمان وانت نازل بتسلم على صحبك طارق وصحبك علاء وصحبك خالد النهاردة تقريبا وانت نازل من البيت بيت الدارة او ممكن تشوف جارك وما تقوله الصباح الخير ولا سلام عليكم دي برضو كانت اخلاق اخلاقنا مع الارايب وصلة الرحم انا عايز اسألك سؤال او اسألك سؤال يا طارق اخر مرة وصلت رحمك كان امتى اخر مرة روحت خبطت على عمك ولا عمتك ولا خالك ولا خالتك على قد فنجان قهوة او كوباية شاي كان امتى هتلاقي نفسك وقف قدام السؤال ده حيران فعلا بقالك كتير ما عملتهاش عشان دي برضو كانت اخلاق طب انا هقولك على معلومة تانية تعرف ان صلة الرحم بتوسع رزقك يعني اللي بيصل رحمه ربنا بيوسع رزقه وبينزل عليه بركات من السماء والارض احنا وصلنا لمرحلة ان حتى الرزق بتاع ربنا بقينا رفضينه مش عايزين الرزق ده لاننا ما بنصلش ارحمنا كنا زمان بنشوف كل اسبوع او على قل مرتين في الشهر كل افراد الاسرة بتتجمع مش اسرتك في البيت لوحدك لا بتلاقي والدك خدك من ايدك ومعاك مامتك وراحذر عمك او رحذر خالك دي كان اسمها صلة رحم عشان برضو كانت اخلاق لكن النهارده اللي بيحصل بعيد كل البعد عن الاخلاق وبعيد كمان عن الدين جاريت نفكر في السنة الجديدة ازاي نصل ارحمنا ونرجع على عادتنا بتاعت زمان لان زمان كانت الدنيا فيها بركة وكل الحاجات دي والاخلاق اللي احنا فقدناها بسببها فقدنا البركة وفقدنا حاجات كتير اقوي في حياتنا نقطة ومن اول السطر كان زمان فيه عادة ان كل شهر او كل اسبوع او على اقل مرتين في الشهر بتلاقي والدك او والدتك رايحين يزوروا قريبهم ورايحين يزوروا اهلهم النهارده الكلام ده ما بيحصلش بقى مقتصر على التليفون فقط يا اخي ده النهارده ممكن تعزي قريبك على التليفون طب اقول لكم على حاجة تانية زمان لما كان بيحصل حالة وفاة في اي شارع كان ايه لي بيحصل كان عيب جدا ان اتشاغل التليفزيون دي حصلت معي انا شخصيا كانت في حالة وفاة في الشارع وطلعت وانا طفل صغير مش فهم حاجة ولا واعي انا بعمل ايه شغلت التليفزيون كانت النتيجة ان والدتي شخطت فيا او زعاقتلي ان عيبني شغل التليفزيون النهارده بيبع عندك حالة وفاة في العيلة بتاعتك وممكن ما تروحش تعزي وبتكتفي برسالة على التليفون او كومنت على الفيسبوك اتغيرنا كتير يبقى لعيب مش في الزمن لعيب فيه نحن اتمنى ان احنا وحنا داخلين على سنة جديدة نعيد تقييم الامور من اول وجديد ونبتدي نبص الاخلاقنا اخلاقنا وحنا في الشارع والمواصلات العامة يا طرى زي زمان يا طرى انت بتقدر تعمل النهارده الحاجات اللي كان ابهاتنا وامهاتنا بيعملوها طب انا حديك مثال صغير لو انت النهارده في مواصلة عامة اوتوبيس مترو ودخل عليك راجل كبير في سن والدك او ستة كبيرة في سن والدتك يا طرى بتقوم من عالكرسي عشان تععدها ما هدي برضو اخلاق وبتقجر عليها وبتاخد ثواب بس الاسف الكلام ده ما بيحصلش انا موقف حصل معايا شخصي كنت في مواصلة عامة وطلع راجل كبير في سن والدي بس كان بعيد عني شوية وبالصوت فواف قدام ولد وبنت سنهما يتعدى ستتاشر سبعتاشر سنة بس محدش يوم فكر يقوم له اضطريت النان ده للراجل واروح اجيبه من ايده واعادوا عالكرسي اللي انا عاد عليه عشان دي اخلاق اتربينا عليها في بيوتنا واحنا صغيرين طب النهارده الاب والام بيقدروا يعلموا ولادهم الكلام دوت يعني مثلا يوم الجمعة كنا بنقعدوا قدام الشيخ الشعراوي نتعلم اصول دنا ونتعلم برضو الاخلاق بمنتهى البساطة هل ده بيحصل النهارده؟ للأسف ما بيحصلش اتمنى من ربنا مع السنة الجديدة ان احنا نعيد تقييم الامور من تاني ونتحلى كلنا بالاخلاق عشان خاطر الاخلاق حاجة مهمة جدا في حياتنا اشوفكم بخير اشتركوا في القناة